لا شيء هنا غير مقاعد فارغة ومدارس مسكونة مغلقة على مرتاديها إضراب المعلمين المفتوح الذي دعت إليه نقابة المهن التعليمية يشل حركة أكثر من 60% من المدارس في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب يعاني المعلمون جراء انقطاع رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر وكما تؤكد نقابة المهن بين رفع الإضراب مرهون بتسليم رواتب ومستحقات المدرسين بل وإيجاد حلول لعملية صرف المرتبات وضمان استمرارها حالة من القلق والترقب يعيشها قرابة أربعة ملايين طالب في مناطق الانقلاب مع بدء العام الدراسي جراء فوات فرصة الالتحاق بالمدارس أسوة بأقرانهم في المدارس الواقعة في المناطق المحررة ومنهم من تحول من المدارس الحكومية إلى الخاصة توقف صرف رواتب المعلمين ينظر بكارثة على العملية التعليمية برمتها فملايون الطلاب مهددون بفقدان عام دراسي كامل ليسجل هذا العام الرابع هو الأسوأ في العملية التعليمية منذ الانقلاب محاولات لتهديد المعلمين من قبل ميليشيا الحوثي وإجبارهم على فتح المدارس بصنعاء وتدشين العام الدراسي بالإكراه وقوة السلاح كما حاولت الميليشيا جربا متطوعين لكسر الإضراب إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل ميليشيا الحوثي بحسب الأهالي أعلنت فرض مبلغ 5000 ريال مقابل رسوم تسجيل كل طالب في المدارس و1000 ريال يدفعها الطالب شهريا رغم مجانية التعليم في المدارس الحكومية وهما أثار جدلا واسعا واستياءا لدى المواطنين تطالب ميليشيا الحوثي بفرض قانون طوارئ خاص بالتعليم لمنع المعلمين من التظاهر للمطالبة برواتبهم وحماية العملية التعليمية من التوقف كما يقولون التعليم في زمن الحرب وفي ظل سيطرة الميليشيا بات من أكبر المشكلات على هامش الحرب ولأسباب كثيرة منها تدمير المدارس والنزوح وتحول بعض المدارس لأماكن إيواء وغياب جودة التعليم وتحريف المناهج وأسباب كثيرة لا تحصى غير أن توقف الدراسة كليا بات خطرا فادحا وانهيارا كاملا للتعليم في مناطق سيطرة الميليشيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر